حدث يترقبه السياح مرتين كل عام في معبد أبو سنبل الأثري جنوب مصر وبروز أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يعود إلى ألاف السنين وككل سنة تحلق بالعشرات لمشاهدة ما يسمى علميا بتعامد الشمس على تمثال الملك الفرعوني في ظاهرات نادرة بعد طول انتظار سطعت الشمس ورأينا أشعتها على وجه رمسيس ثم تمكننا من مشاهدة هذه الظاهرة حقا إنه شيء رائع ما رأيناه اليوم هو الشمس التي أشرقت داخل المعبد بثت أشعتها على وجه تمثال رمسيس لقد قال الأمر في منتهى الروعة وشعرنا أن مصر بلد آمن حقا وتمكن السياح هذه السنة من الاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الشهيرة بحيث استمر الأمر لمدة 23 دقيقة كما كان مقاررا وكان الآلاف من السياح مصريين وأجانب في الموعد وهو ما اعتبره مسؤولون عن وزارة السياحة والأثار المصرية مؤشرا على استعادة القطاع السياحي في مصر لعافيته هناك أزيد من مئة سائح خلف الآن مصر وجهة آمنة وتتوفر على إرث حضاري يستحق المشاهدة ظاهرة تعامض الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الفرعوني تعد من أبرز الظواهر الفلكية النادرة وتشهد على أن قدماء المصريين كانوا سبقين في علم الفلك بحيث تتزامن هذه الظاهرة مع ذكرى مولد الملك الفرعوني وجلوسه على العرش